تعددت الكوارث التي حلت بالعراق بعد الغزو الأمريكي فتشتد فترة وتخفت أخرى لكنها منفكت يوما عن البلاد حتى تصدر العراق قوائم الدول الأولى بالفساد والعنف وانعدام السلطة وغياب القانون مجلة ناشنال انترست الأمريكية وصفت عودة زعيم حزب الدعوة نور المالك للسلطة بالكارثة مذكرة بما جرى في فترة رئاسته من غياب للقانون وسطوة للميليشيات وتجذر للفساد بمؤسسات الدولة نهيك عن استهداف متعمد وممنهج لمناطق وشرائح بعينها لغايات طائفية والتي تجلت بأوضح صورها إبان رئاسته للحكومة بالرغم من أن الكارثة ذاتها لا تزال تعصف بالعراق حتى بعد تولي زميله بحزب الدعوة حيدر العبادي زمام السلطة كما يرى مراقبون المجلة ترى أن الصراع المحتدما يلوح في الأفق بين الاثنين ففشل العبادي باستمالة الميليشيات بعد انفراط عقده معهم يقابله نجاح المالكي بكسبهم والتقرب من أحزاب كردية استثمارا للأزمة بين بغداد وأربيل وذلك لإفساح المجال له بالعودة وهو ما يعني وفق المجلة تمهيدا لتجدد الفساد وسوء الإدارة وإعادة إشعال الصراع الطائفي من جديد وإذ لا يعرف ما إذا كان العبادي أو المالكي هو الأوفر حظا بالفوز بالنصيب الأكبر من الكعكة السياسية في العراق يجد العراقيون أنفسهم أمام انتخابات تكرس أخطاء الماضي ذاتها فتصاعدت الأصوات بالمقاطعة بينما يسوق السياسيون وأنصارهم الأمر على أنه ذو مسار إجرائي خالص ولعل هذا ما استولدت قراءات يرى بعضها أن جمع الساسة المضطرب غير عابئ بحالة الصخط الشعبي المتزيد فدفع أحد عضاء مفوضية الانتخابات إلى توجيه رسالة مفاداها ذهبتم أم لم تذهبوا الأمر قائم لا محالة مع وجود مئات الألاف من المراقبين والمنتمين للأحزاب ممن سيشاركون بالانتخابات عندنا عدد الوكلاء التي تم المصادقة عليهم التي راقبوا العملية وكلاء الكيان السياسية تجاوزها 630 ألف عندك هذه مليون هذا بيصلك مصدق منتسب الأزل الأمنية داعي من نسبة التصويت 98-99